السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكيف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكيف الهواء وبرنامجكم المفضل مدرسة على الهواء تحدثنا في اللقاء السابق بحول الله في مادة تكنولوجيا التبريد وتطرقنا من خلال المادة للباب الأول وعرفنا الأجزاء المساعدة اللي بتشمل دائرة التبريد الأساسية والدائرة التبريد الغير أساسية وعرفنا وظيفة كل جزء واستخدامه ونظرية عمله وعرفنا أهمية مادة تكنولوجيا التبريد داخل تخصصنا إن شاء الله النهاردة هنأخذ حلقة جديدة أيضا ومادة جديدة من مادة لا تقل أهمية عن مادة تكنولوجيا أدل بالتبريد وهي مادة تكنولوجيا الكهرباء والتحكم وطبعا دي مادة أساسية أيضا داخل تخصص التبريد وتكيف الهواء بتخدم تخصصنا ومن خلالها بنبتدي ندرس الدوائر الكهربية لجميع أجهزة التبريد وتكيف الهواء يبقى احنا بندرس في تكنولوجيا التبريد الدوائر الميكانيكية لأجهزة التبريد عندي بالنسبة لتكنولوجيا الكهرباء بندرس فيها الدوائر الكهربية لأجهزة التبريد وأجهزة التكيف وهناك مادة أخرى هنأخذ إن شاء الله في الحلقات الغادمة بحول الله وهي مادة تكنولوجيا التكيف ومن خلالها أيضا بندرس دوائر الكهربية والدوائر الميكانيكية لأجهزة تكيف الهواء إن شاء الله النهاردة هنبدأ جزء جديد ومادة جديدة وباب جديد وهو الدوائر الكهربية لأجهزة التبريد وتكيف الهواء وهنعرف أول دائرة من عندنا وهي دائرة الدائرة الكهربية للسلاجة المركبة التي يتم إزابة الصقيع بها يدويا طيب في عجالة كده أما نيجي نقول السلاجات المركبة زي ما قلناها في مادة تكنولوجيا التبريد هنقول إن السلاجات المركبة هي سلاجات تحتوي على أكثر من باب زي ما إحنا قلنا يكاد يكون اتنين أو يكاد يكون ثلاثة أو أربعة في ظل الطفرة اللي إحنا موجودين فيها والتقدم العلمي اللي إحنا موجودين فيه فكان من الضروري استحداث سلاجات بتكون أكبر حجما وتواكب العصر اللي بيكون إحنا موجودين فيه بس قبل ما ندرس الدائرة الكهربية هنعمل اتشك أو مراجعة بسيطة جدا على ما صبق شرحه من خلال الأجزاء الأساسية هناخد تفصيلا الأجزاء الأساسية للدائرة الكهربية أو الدائرة الكهربية لأي جهاز تبريد يكاد يكون موجود عندي طيب هنبصوا مع بعض كده ونشوف الأول عنوان حلقتنا ونشوف بالتفصيل الأجزاء اللي بتتكون منها الدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم إذابت الصقيع بها يدويا مع بعض كده ونبصوا ونشوف أول حاجة هنا بيقول الدائرة الكهربية زي ما شفنا الدائرة الكهربية لسلاجة مركبة يتم إذابت الصقيع بها يدويا طيب لما نيجي نشوف الكمبوننت أو المكونات الأساسية للدائرة الكهربية للسلاجة المركبة هنقول يا مصطر هي ما بتختلفش كتير عن التلاجة العادية اللي عندي فيما عدا بعض الأجزاء اللي بيتم إضافتها لها لأن طبعا زي ما احنا عارفين أن هنا في بابين باب علو و باب سفل وفيه برضو عزل حيزة تبريد عن حيزة تجميل فكان من الضروري تواجد سخان للجدار الفاصل عشان يعزل بين الحيزين وهو اسمه سخان الجدار الفاصل وهناك أيضا سخان المراية وهنعرف أيضا يعني إيه المراية إن شاء الله في حلقتنا النهار طبعا تعالوا نشوف المكونات الأساسية اللي عندنا هنقول رقم واحد محرك الضغط ومحرك الضغط هنا بيبقى من النوع المحكم الغلق وبتتوقف قدرته على حسب سعة وحجم التلاجة اللي بيكون موجودة حن طيب هنقول يا مصطر والضغط بيتكون من إيه هنقول طبعا في عجالة بيتكون من ملفين الملفات الأساسية أو الرئيسية ويطلق عليها ملفات التشغيل وملفات التشغيل بيرمز لها بالرمز R أو الرمز M اختصار لكلمة مين ها بده بيعني إنها الملفات الرئيسية اللي عنده طيب وملفات التأويم هنقولك أيضا بيطلق عليها بالرمز S ودي بنقول عليها إنها الملفات الأساسية اللي هي بتأوم المحرك فقط إنها بتساعد على تقويم محرك الضغط ثم تنفصل من الدائرة يبقى هزا هي وظيفتها الأساسية تأويم محرك الضغط وتنفصل من الدائرة إن دي لو استمرت داخل الدائرة لسواني معينة بل ولحظات بعد ما الضغط يدور منكر الملفات اللي عندي دي تنحرق لإن كتر أو مقطع السلك بتاعي بيبقى صغير والمقاومة بتبقى كبيرة جدا فلازم من الضروري وجود وسيلة هذه الوسيلة تعمل على فصل ملفات التأويم من الدائرة لما المحرك يبتدي ياخد سرعته ما بياخدش سرعته كاملة لإن لو أخد سرعته كاملة وملفات التأويم موجودة داخل الدائرة عندي ده هيؤدي إلى حرك ملفات التأويم ولكن لما تصل سرعة المحرك بنقول 75% من السرعة المكررة في وسيلة بيطلق عليها ريلي وهذا الريلي بيعمل بتأسير الطيار هذا الريلي بيعمل على فصل ملفات التأويم عندما تصل سرعة المحرك عندي 75% من السرعة المكررة او السرعة الاساسية يبقى اذا المكون الثاني هو ريليء الذي يعمل بتأثير الطيار لان طبعا في فاجس التكييف هندرس ايضا وهناخد الريليء اللي بيعمل بتأثير الضغط او الفول طيب الريليء زي ما احنا شايفين هو متصل هنا بالنقطتين او في نقطتين النقطة الاولانية اللي هو متصل بملفات التقويم اللي هي الاس والنقطة الاخرى اللي هو متصل بملفات التشغيل ولكن لازم اوضح لابنائنا الطلبة وبنعمل مراجعة بسيطة جدا ان ملفات التشغيل بتوصل على التوازي مع ريليء بدء الحركة يبقى ملفات التشغيل ملهاش علاقة بان الريليء يفصل او يوصل ايه اللي هو معني او ايه اللي له علاقة بفصل وتوصيل الريليء وهي ملفات الايه التقويم لذلك فان الريليء الذي يعمل بتأثير الطيار بيتحكم فقط في ملفات التقويم بينما ملفات التشغيل لا يتحكم فيها او بمعنى اصحة بتوصل على التوازي لذلك هو سواء كان الريليء فاصل او الريليء موصل بيبتدي هنا ايه ملفات التشغيل بيدخلها طيار ننتقل الى الاوفرلود وطبعا احنا نقول ان الاوفرلود هو قاطع وقاية من زيادة الحمل ان بيفصل الدائرة لما الحمل عندي بيزيد وطبعا اما ييجي طالب بيقول يا مصطر يعني ايه الحمل يزيد لا المقصود اما ييجي الحمل اللي عندي يزيد ده معناه ان الطيار ممكن عندي يزيد اللي هو الانبير او ممكن يكون ارتفاع في درجة حرارة المحرك اللي عندي فده بيؤدي الى حماية المحرك لذلك هو اسمه ايه قاطع وقاية من زيادة الحمل او اوفرلود بيفصل الدائرة عند الحمل ايه الزاد ننتقل الى الترمستات وطبعا الترمستات احنا كلنا عارفين انه هو من نوع الانتفاخ الحساس اللي هو العادي بتاعنا وفيه بيوصل معه على التوازي حاجة اسمها سخان المراية ايه المقصود بسخان المراية احنا قلنا قبل كده اما نيجي نتكلم في عجالة اما نيجي نقولك يا مصدر يعني ايه المراية هنقولك احنا لما لما جينا نقول في التلاجات المركبة عزل حيز التبريد عن حيز التجميد عزل حراري بمعنى اصح ان الفريزر بيكون له مكان منفصل وكبينة السلاجة بيكون لها مكان منفصل اخر فكان طبعا لما كنا في التلاجات العادية اللي هي الباب الواحد كان الكبينة او حيز التبريد بياخد الحرارة بتاعته من الفريزر لانه موجود معه في نفس المكان اللي بيكون موجود عندي ولكن في حالة السلاجات المركبة بيتم عزل حيز التبريد عن حيز التجميل كل منهما معزول عن الاخر فلابد فلازم يكون او كان من الضروري تواجد وسيلة هذه الوسيلة تعمل على تبريد الكابينة ما هنا كان الفريزر بيبرد الكابينة في القديمة زي ما احنا قلنا ولكن في الوضع الجديد او الوضع البابين ان الفريزر معزول فإيه اللي هيبرد الكابينة كان من الضروري تواجد هذا الجزء يطلق عليه المراية اللي احنا هنشرحها بالتفصيل في مادتنا في تكنولوجيا التبريد المراية دي هو امتداد جزء من مواسير المبخر الباردة بيتم وضعها داخل حيز التبريد لعشان تعمل على تبريد المأكلات والمشروبات اللي بيكون موجودة عندي بس ديا لازم اخلي بالي منها لان ديا موجود فيها سخان يعني موجود سخان على المراية لان لو في حالة عدم موجود سخان ممكن حيز او ممكن المراية دي تعمل على تجميد المأكلات والمشروبات اللي عندي وبالتالي كان من الضروري تواجد سخان يطلق عليه سخان المراية بإذا المراية هنقول تاني المراية هو امتداد جزء من مواسير المبخر الباردة بيتم وضعها داخل كبينة السلاجة لتعمل على تبريد المأكلات والمشروبات اللي بيكون موجودة عندي واش كده بس وموجود سخان يطلق عليه سخان المراية هذا السخان بيعمل على فصل المراية أو حفاظ درجة الحرارة الكابينة عند الدرجة الحرارة اللي هو المضبوط عليها وذلك عن طريق فصل المراية اللي بيكون موجودة عنده وبيتم تشغيل السخان الخاص بها علشان يعمل على إزابة لو كان فيه سلجة أو كان درجة حرارة عليها وأيضا فيه زي ما قلنا فيه سخان يطلق عليه سخان الجدار الفاصل هذا السخان بيعمل على فصل عشان يفصل لدرجة الحرارة عن كل من حيز التبريد عن حيز الايه حيز التكميد لأنه كل من هما يكون له درجة حرارة من فصل عن الآخر فلذلك دي جزئين الجداد اللي هما تم استحداثوا من وضعهم داخل التلاجة وهو سخان الكابينة ثم سخان الجدار الفاصل اللي بيكون موجود عنده طيب تهالوا مع بعض كده نكمل ونشوف باقي الدائرة الكهربائية هنشوف باقي هنا الدائرة الكهربائية تعالوا نشوف المكونات اللي عندي ادي الشكل العام او ادي المخطط العام صور حقيقية للتلاجة اللي عندي ادي الشكل محركة ضغط زي ما احنا شايفينه هنا وادي محركة ضغط بيبقى من النوع المحكم الغلق هنا ايضا يوجد الرليء وهنا طبعا الرليء قلنا بيعمل بتأثير الطيار زي ما شايفينه وفيه الترمستات والترمستات بيبقى من النوع الانتفاخ الحساس الاوفرلود وهو قاطع وقاية من زيادة الحمل وطبعا ده مصدر الطيار الكهربائي اللي بيكون موجود عندي وفيه مفتاح زي زر ضغط عشان يعمل على نارة الكابينة السلاجة عند فتح الكابينة اللي بيكون موجودة عندي وده اللمبة العادية الدواية العادية دي بالنسبة للمكونات اللي شفنا المكونات الاساسية وده صورة حقيقية من المكونات طب تعالوا مع بعض بقى نشوف نكتب ازاي المكونات بتاعتنا هنقول لك رقم واحد محرك الضغط وهو من النوع زوء الوجه المشتور زوء مكثف البيت اتنين زي ما احنا قلنا رليه بيت الحركة الذي يعمل بتأثير الطيار وهنقول فايدته ايه مصر هنقول فايدته بيعمل على فصل ملفات التقويم عندما تبلغ سرعة المحرك 75% من السرعة المكررة الاوفرلود وحنا قلنا الاوفرلود خطأ وقاية سخان مبخر الكابينة وطبعا عبارة عن سلك رفيع مع زوء الكهربية بيتم وضعه داخل الكابينة علشان يتحكم في درجة حرارة المراي الترمستات وهو مفتاح من النوع العادي زوالانتفاخ الحساس سخان الجدار الفاصل الفاصل حيز التبريد عن حيز الايه عن حيز التجميد اللي بيكون موجود عندي مجموعة الاضاءة وقلنا برضو مجموعة الاضاءة دي اللي هي بتبقى الايه الكابينة اللي هي اللمبة زائد مفتاح الضغط زائد الايه الدواي طيب ننتقل الى شكله جبنا لحضراتكو جزء نوريكو الشكل الحقيقي لمحرك الضغط لو احنا جينا نبص المحرك الضغط زي ما قلنا الابنان الطالبة والطالبات في الاعوام السابقة بحول الله انه بيتكون من جزء كهربي وجزء ميكانيك اهد الجزء الميكانيك اللي هو موجود فوق ده وده طبعا بيتكون من غرف ضغط الغاز والبستم وزراعة التوصيل وعمود المرفق اللي بيعمل على ضغط الغاز وطبعا زراعة التوصيل بيستمد حركته منين من المحرك اللي بيكون موجود عندي من العضو والدوار اللي هو موجود في المحرك واد المحرك اللي عندي بتاع محرك الضغط او هاد الجزء القهربي الخاص بمحرك الضغط الخاص بتلاجتنا اللي احنا بنركب طبعا فيه ستايلات كتير منه وفيه انواع كتير منه ولكن الكمبورنت الاساسي هو اللي موجود في كل ايه محرك زي ما موجود عندنا في صورتنا دي طيب ننتقل الى ادي الشكل الرلي دي الشكل العام للرلي الذي يعمل بتأثير الطيار اللي بيكون موجود عندي واده الطرفين اللي بيتم توصلهم بكل من ملفات التقويم وملفات التشغيل وايضا شكل الرلي من فوق برضو عكسناه علشان نشوف شكله من اسفل عامل ازاي طيب وده الوفرلود ادي الشكل الوفرلود وهو بيوصل على النقطة المشتركة اللي هي المتصلة بين كل من ملفات التقويم وملفات التشغيل عشان عندما يجي يفصل الطيار يفصله عن مجمل الطيار بصفة اساسية واده الشكل بيبيان لي رسم تخطيتي لمحرك الضغط المحرك بيبيانه لي هنا ازاي بيتم تركيب كل من رليئ الطيار ورليئ الفولت اللي بيكون موجود عندي داخل رليئ الطيار عفوا والاوفرلود بيتم تركيبهم زي ما احنا شابنا ولو احنا جدا نبص هيقول لك الاوفرلود بيتم تركيبه على النقطة ايه المشتركة بين ملفات التقويم وملفات الايه التشغيل طيب نشوف بقى الجزء البسيط ده الرليئ وازاي نعمل مراجعة بسيطة جدا على الرليئ ونشوف ايضا الاوفرلود بيشتغل ازاي ادي الرليئ بيتكون من ملفات ملفات دي بتصنع من النحاس الاحمر المعزول بالورنيش بيتحرك بداخلها زي ما احنا شايفين قلب حديدي القلب الحديدي ده في نهايته بيوجد نقطة تلامس زي ما احنا شايفين نطلق عليها نقطة تلامس متحركة في من اعلى لو انت اجينا نشوفه هنا هو ملتصق بنقطة التلامس السبتة وبيضغط على القلب الحديدي من اعلى في ياي هذا الياي يعمل على ضغط القلب الحديد بحيث انه لو ما فيش طيار كهربي الياي بيضغطه الاسفل بحيث انه يصل لنقطة التلامس اللي بيكون موجود عنه طيب دي بيشتغل ازاي بقى او بيتم توصيل الطيار الكهربي لملفات التقويم ويفصلها ازاي لما نيجي نشوف الاول هنقول لك الضغط لحظة التشغيل بملفات التقويم ايه اللي بيحصل انه بيتم توصيل الطيار الكهربي للضغط فبيتم توصيل الطيار الكهربي للضغط فمن خلال الطرف يتم توصيل طيار كهربي لملفات RLA يتكون مجال مغناطيسي بين الملفات وبين القلب الحديدي اللي بيكون موجود هنا فبيكون المكال المغناطيسي أو قوة المجال المغناطيسي أكبر من قوة الياي وبالتالي بيبتدي يعمل على جذب القلب الحديدي إلى أعلى وعندما يرتفع إلى أعلى اللي بيحصل بيتم توصيل نقاط التلامس السبتة بالمتحركة زي الوضع رقم واحد أو الشكل رقم واحد طيب لما تصل سرعة المحرك 75% من السرعة المكررة بيبتدي المجال المغناطيسي الموجود على الملفات يقل وبالتالي بيقل المجال المغناطيسي على القلب الحديدي وفي هذه اللحظة بتكون قوة الياي أكبر من قوة المجال المغناطيسي فيعمل على ضغط القلب الحديدي إلى أسفل زي ما احنا شوفنا في الوضع رقم اتنين وبالتالي بيفصل ملفات التقويم عن الدائرة وبتستمر ملفات التشغيل زي ما احنا قلنا في الدوران ده بالنسبة للشكل العام للريليتا بننتقل إلى الجزء الآخر وهو الأوفرلود والأوفرلود طبعا عبارة عن شريحة من ازدواج معدني كل شريحة ازدواج معدني يعني من معدنين مختلفين وكل معدن طبعا بيبقى له معامل تمد الطولي مختلف عن الآخر وبالتالي هنا زي ما احنا شايفين عشان يحصل تمدد او يحصل انحناء او تقوص عندي وهذا التقوص بيقدي إلى فصل وتوصيل نقطة التلامس بمعنى انني في الوضع العادي بيكون نقطة التلامس اللي عندي فالوضع العادي بيكون الشكل عندي كده فبيتم توصيل الطيارة الكهرابية عندي فبيمر لي الطيارة الكهرابية طبعا هنا لو احنا جينا نشوف نقطتين التلامس انلاقيهم موصلين فبيتم توصيله من خلال الطيارة الكهرابية إلى محركة ضغط في الوضع العادي ولكن عندما ترتفع درجة الحرارة أو عند زيادة الحملة عن الحد المسموح به بترتفع ايضا درجة حرارة شريحة الاسدواج المعدني بالشكل اللي بيكون موجود امامي وعند ارتفاع في شريحة درجة الحرارة بتتكوص شريحة الاسدواج المعدني إلى اعلى وبالتالي بتعمل على فصل نقطة التلامس اللي عندي فتعمل على فصل الطيارة الكهرابية عن محركة ضغط وبالتالي بتحميل محركة ضغط اللي عندي من زيادة الحمل زي ما احنا شايفين طبعا ده انا شرحناه بالتفصيل ده الجزء ده احنا شرحناه بالتفصيل علشان نعمل عملية استرجاع لأبناء الطلبة والطالبات للمكونات الأساسية للدائرة الكهربية لأي جهاز كهربي بيكون موجودة أو أي جهاز خاص بنتخصصنا سواء كان تبريد أو سواء كان تكيف يبقى احنا قلنا رقم واحد محرك الضغط ويتكون من جزئين من الملفات تقويم وملفات تشغيل الملفات الرئيسية ملفات التشغيل وهي اللي بتستمر في التشغيل داخل المحرك الملفات البؤقتة وهي ملفات التقويم وهو فائدتها الأساسية تقويم المحرك ثم تنفصل من الدائرة بعد ذلك وبيتم فصلها عن طريق المكون الثاني وإيه هو المكون الثاني هنقولك الرليئ الذي يعمل بتأثير الطيار وبيعمل على فصل ملفات التقويم عندما تصل سرعة المحرك 75% من السرعة المقررة قلنا أيضا الأوفرلود وقلنا الأوفرلود هو قاطع وقاية من زيادة الحمل بمعنى أنه بيعمل على فصل الطيار الكهرابي عن محرك الضاغط لحمايته من سواء كان ارتفاع في درجة الحرارة أو في زيادة شدة الطيار أو زيادة الحمل بمعنى أصح ثم الترمستات ثم سخان عرفنا الفرق بين سخان المراية وسخان الجدار الفصل ودي تبقى المكونات الأساسية أو الكمبوننت الأساسية الخاصة بيئة دايرة الكهربية للسلاجة التي يتم إزابة الصقيع بها إيه هنقول بها يدويا تعالوا مع بعض كده نشوف نظرية العمل ونقسم نظرية العمل اللي عندي لأن نظرية العمل بتتقسم لثلاث حاجات أساسية أو أربع حاجات أولا عندما ترتفع درجة الحرارة في التلاجة لها وضع عندما تنخفض درجة الحرارة في السلاجة عند زيادة الحمل اللي هو شغل الأوفرلود اللي عندي أو عند فصل الترمستات يدويا يبقى دا هنقول لك نظرية العمل أي جهاز تبريدي لازم نقسمه إلى هذه البنود الأساسية عندما ترتفع درجة الحرارة عندما تنخفض درجة الحرارة عند زيادة الحمل عند فصل الترمستات يدويا عندي وده تبعا بيبقى لحماية الدايرة اللي بيكون موجودة عني طب تعلمها بعد كده نشوف نظرية العمل ونبتدي نشرح كل واحدة ونعرف الفرق بين كل واحدة بالتفصيل عندنا نبص كده على الشريحة ادي اول حاجة هنا طبعا ده الشكل الكمبوننت بتاعت الترمستات جيبنا برضو صور لابنائنا الطلبة والطلبات عشان تشوف شكله الحقيقي ده طبعا انواع مختلفة كل نوع طبعا بيناسب الستايل بتاعت التلاجة وحجم التلاجة والنوعها ولكن هو المجمل او المكونات الاساسية بتاعت كل واحد فيهم بتبقى هي نفس المكونات فيما عدا الحجم بس اللي عندي طيب ننتقل الى نظرية العمل الخاصة بالايه بالدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم ازابة الصقيع بها يدويا طيب احنا قلنا هنقول يا مصدر احنا بنقسم نظرية العمل الى ايه نظرية عمل التلاجة احنا قلنا هنقسمها لتلات حاجات او اربع حاجات رقم واحد عندما ترتفع درجة الحرارة بالسلاجة رقم اتنين هنقول عندما تنخفض درجة الحرارة بالسلاجة رقم تلاتة عند تجاوز طيار المحرك الطيار المقرر له زي ما احنا قلنا الربع عند فصل التلمستات يدويا طبعا هو ما بيجب ليش في الامتحان بتبقى صعبة يعني بيبقى طويلة هي من صعبة ولكن بتبقى طويلة فممكن في الامتحان يجيب لي جزء من ده يقول لي مثلا اذكر او اشرح مع الرسم الدائرة الكهربية للسلاجة او نظرية عمل الدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم ازابة الصقيع بها يدويا ولكن اشرح نظرية العمل عندما ترتفع درجة الحرارة بالسلاج او عندما تنخفض درجة الحرارة بالسلاج او عند زيادة تجاوز طيار المحركة الطيار المقرر له طيب تعالوا مع بعض جده اول حاجة نبتدي نشوف الجزء الاول وهو عندما ترتفع درجة الحرارة بالسلاجة وبنطلق عليه وضع التبريد زي ما احنا شفنا طبعا دي المكونات الاساسية اللي احنا لسا ايلنها لتلاجتنا ضغط ريلي طيار اوفرلود سخان مراية ترمستات اللمبة مفتاح اللمبة سخان الجدار الفاصل وعاوز اقول لي معلومة لابناءنا الطالبة والطالبات ان سخان الجدار الفاصل بيتم او بيعمل بصفة مستمرة لا يفصل يعني المطور فاصل او الضاغط فاصل عندي داخل الدائرة سخان الجدار الفاصل ليس له علاقة لازم يفضل شغاله على طول عشان يفصل لحاجة التبريد عن حاجة التجمية طيب ايه اللي بيحصل بقى لما ترتفع درجة الحرارة نقول يا مصر لما ترتفع درجة الحرارة محتاجين ان احنا نشغل التلاجة اللي عندي فبيمر طيار كهربي من خلال الخط ان ومن خلال الخط ان من هنا فهيمر للطيار الكهربي ديركت او مباشر من خلال الترمستات وطبعا قريدي الترمستات في الوضع اللي اعتيادي بتبقى نوعات التلامس عندي موصلة فبيتم توصيل الطيار الكهربي الى الاوفرلود ومن الاوفرلود الى النقطة المشتركة الى محركة ضغط ومن الطرف الاخر بيتم توصيل الطيار الكهربي الى ملف الرليه وزي ما احنا قلنا ملف الرليه هنا القلب الحديدي هيكون مجال مغناطيسي هنا هيعمل على جذب القلب الحديدي الى الناحية اليسرى فهيتم توصيل المفتاح فهيتم توصيل الطيار الكهربي الى ملفات التقويم فتعمل ملفات التقويم على تدوير المحرك وطبعا عندما تصل سرعة المحرك 75% من السرعة المكررة بيقوم الرليه بفصل ملفات التقويم بينما تستمر ملفات التشغيل في الدوران عندي دي بالنسبة لنظرية عمل التلاجة المركبة اللي بيتم ازابة الصكيع بها دويا بس دي في حالة عندما ترتفع درجة الحرارة بالسلاجة او ممكن نقدر نقول لك وضع التبريد تعالوا نكتبها كده مع بعض عندما ترتفع درجة الحرارة بالسلاجة ايه اللي بيحصل هنقول زي ما احنا قلنا يعمل الترمستات على توصيل الطيار الى ملفات الرليه فينتج عنه مجال مغناطيسي هذا المجال المغناطيسي يعمل على جذب القلب الحديدي وبالتالي بيعمل على توصيل نقط التلامس فيتم توصيل ملفات التقويم مع ملفات التشغيل فيدور المحرك وبعد ان تصل سرعة المحرك 75% من السرعة المقررة اللي بيحصل هنقول يقل المجال المغناطيسي فيقوم الرليه بفصل ملفات التقويم من الدائرة وتستمر ملفات التشغيل في الدورات ده بالنسبة للدائرة او نظرية العمل عندما ترتفع درجة الحرارة طيب تعالوا هنا نشوف بقى عندما تنخفض درجة الحرارة بالسلاجة ايه اللي بيحصل هنلاحظ هنقول يا مصدر هي نفس الشغل ولكن عندما تنخفض درجة الحرارة محتاج انني ايه هنقول محتاجين ان احنا نفصل الدائرة وايه اللي بيفصل الدائرة زي ما احنا قلنا هنقول الترمستات يبقى اذا الطريقة هنا هو شغله كله بالايه بالترمستات بمعنى انه عندما تنخفض درجة الحرارة بالتلاجة بتفتح نقط تلامس الترمستات وطبعا اما تفتح نقط تلامس الترمستات هنا هيفصل لي الطيارة الكهرابية عن الخط ده كله وبالتالي هيفصل لي الطيارة الكهرابية عن محركة دراجة نشوف كده مع بعض ادي الشكل العام او دي الوضع العادي اللي بيتم فيه توصيل الطيارة الكهرابية الى محركة دراجة ولكن لما ترتفع درجة الحرارة نركز على الترمستات كده ونبص هنلاحظ هنا إيه إنه نقط تلامس الترمستات أو الترمستات النقط فاتحت عندي ولا لأ فهذا الفتح فيه نقط التلامس اللي عندي بيؤدي إلى قطع الطيار الكهرابي عن محركة ضغط وبالتالي بينتفصل الطيار الكهرابي عن محركة ضغط اللي بيكون موجود عنه طيب ده بالنسبة لعندما تنخفض درجة الحرارة تعالوا كده نكتبها هنقولها عندما تنخفض درجة الحرارة بالسلاجة بتفتح نقط تلامس الترمستات فينقطع الطيار عن المحرك ويصل إلى سخان الإيه المراية عن طريق المقومة فيعمل السخان على إزابة السلج الإيه المطيب احنا هنا مباشر الطيار بيتم فصله عن محرك الضغط يتم تشغيل الطيار الكهرابي إلى سخان المراية علشان يعمل على إزابة السلج المتكون على سطح المبخر الإيه الكبير هنا بقى ما نيجي نقول عند فصل الترمستات يدويا بيتم فصل الطيار عن السلجة كليا وده معروف طبعا الجزء الرابع والمهم اللي هو عنده تجاوز طيار المحرك الطيار المقرر له ايه اللي بيحصل او الجزء ده معنى بايه هنقول يا مصر الجزء ده معنى بالأوفرلود اول ما يقول تجاوز طيار المحرك الطيار المقرر له يفصل الطيار عن محرك الضغط لحماية الملفات من ايه من الاحتراق من زيادة الحمل وهنشوف مع بعض كده شكل الرسمة بتاعتنا لما الطيار بيفصل لو نلاحظ احنا هنا كده ده الوضع النورمال العادي ايضا وهيبقى عند زيادة الحمل الشغل كله هيبقى فين هنقول على الاوفرلود اللي هو الشكل هنا على الاوفرلود يبا اذا نركز مع بعض كده لما الحمل بيزيد ايه اللي بيحصل شفنا الاوفرلود نقطة التلامس بتاعته فصلت يعني ده في الوضع العادي هنا هو ولكن هنا لما نيجي نبص كده اول ما الحمل بيزيد بتفتح نقط تلامس الاوفرلود وبالتالي بيتم فصل الطيار القهربي عن ايه عن محركة ضغط لحماية محركة ضغط وقلنا حماية محركة ضغط من ايه ممكن نقول حماية محركة ضغط زي ما قلناها من الارتفاع في شدة الطيار او ممكن نقولك برضو الارتفاع في زيادة الحمل سواء كان الارتفاع في درجة الحرارة الا عندي ده بالنسبة للجزء الاولاني اللي احنا لسه ايليينه وهو الدائرة القهربية للسلاجة التي يتم اذابت السقيع بها يدويا طيب هننتقل الى جزء اخر ودائرة اخرى بتختلف الى حد ما وهي الدائرة القهربية التي يتم اذابت السقيع بها اوتوماتيكيا ودي التلاجات ما يطلق عليها تلاجات النوفرست اللي هي بدون تلج بمعنى انها بتجمد المأكولات والمشروبات اللي بيكون موجودة عندي اللي انا محتاجة جمدها وفي نفس الوقت ما بتعملش تلج خالص ده بالنسبة للدائرة القهربية للسلاجة التي يتم اذابت السقيع بها اوتوماتيكيا ولكن الدائرة الاخرى بنطلق عليها سلاجات الديفرست يبقى اذا سلاجات الديفرست هي السلاجات التي يتم اذابت السقيع بها يدويا سلاجات النوفرست هي السلاجات التي يتم اذابت السقيع بها اوتوماتيكيا يعني اي اوتوماتيكيا يا مصطر يعني هي بتتم بطريقة اوتوماتيكية دون تدخل اي انسان وفي نفس الوقت بتجمد المأكولات والمشروبات إلى درجة حرارة قليلة أو درجة حرارة أقل أيضا وفي نفس الوقت ما بنلاحظ عدم وجود تلج نهائيا على سطح المبخر أو سطح التجميد اللي عم طب هو نفس التركيب هنقول يعني ما بيختلفش إلا حاجات بسيطة جدا بس دي طبعا بنحط له حاجة يطلق عليها مؤقت زمني هذا المؤقت الزمني أو ما يطلق عليه بالبلدي كده نقدر نقول عليه الطيمر أو المؤقت الزمني الطيمر دي طبعا مفتاح المفتاح دي بتتغير حالته من التوصيل إلى الفصل على حسب الزمن نخلي بالنا لأن الترمستات أيضا هو مفتاح تتغير حالته من التوصيل إلى الفصل على حسب درجة الحرارة بينما المؤقت الزمني مفتاح تتغير حالته من التوصيل إلى الفصل عن طريق الزمن بمعنى ان المؤقت الزمني او الطايمر ده بيبتدي يفصل لديرة التبريد او يشغل جزء اخر بيوصل دايرة ويفصل دايرة ويوصل دايرة اخرى عن طريق الزمن فقط فده اللي تم وضعه بالاضافة هنا دي تلاجات نفرست فلازم من الضروري او كان من الضروري تواجد مروحة موجودة في حيز التجميد اللي بيكون موجودة عندي علشان تعمل على توزيع الهواء بالتساوي على جميع ارجاء حيز التجميد اللي عندي وبالتالي لا يحدش تلجى ابدا عم من خلال المروحة وايضا هنا هنلاحظ ايضا الجزء الزيادة او اللي تم اضافته ايضا هو ايه مروحة المكسف بيتم وضعها لان طبعا النوع ده الى حد ما بيكون اكبر من النوع السابق وبيكون احدث من النوع السابق فافضل حالا انني ممكن نحط له مروحة بتعمل للمكسف ومروحة ايضا للمبخرة تعمل على توزيع الهواء اللي بيكون موجودة عندي طب تعالوا مع بعض نشوف الدائرة ونشوف نظرية العمل والمكونات ونشوف ايه الفرق اللي بينها وبين دائرات او تلاجات ادي فروس اللي هي بيتم اذا بتستطيع بها يدوية نبص مع بعض كده هنا هنقول اهو الدائرة الكهربية لسلاجة مركبة يتم اذا بتستطيع بها اوتوماتيكيا نشوف الرسمة مع بعضنا دي الرسمة اللي موجودة في كتابنا المدرسي هنقول مفيش جديد غير الاجزاء اللي اني لسه ايلا لحضراتكم يعني محرك الضغط من هنا ويتكون ايضا من ملفات تقويم وملفات تشغيل اه الرلي ويقول لك هنا ايه الرلي برضو ايضا بيعمل بتأثير الطيار ازو مكسف تقويم هنا طبعا بيساعد ليه المكسف بيعمل على رفع معامل القدرة اللي عندي اه بالنسبة للرلي وبالنسبة للملفات التقويم اللي عندي الاوفرلود وطبعا قلنا قبل كده ان الاوفرلود هو ايه قاطع وقاية من زيادة الحمل اللي بيكون موجود عندي ننتقل الى الجزء اللي احنا لسه يليونه لحضراتكم اللي هي اه اه محرك مروحة المكسف اللي عندي لان المحرك او المكسف هنا يكاد يكون اكبر الى حد ما ولازم تكون كفاءة النوع ده عالية جدا فلازم اه كان من الضروري تواجد اه مروحة للمكسف في محرك لها شغال ننتقل الى الجزء الاخر وهو محرك لمروحة المبخر وطبعا لو احنا جينا نلاحظ هنا ايه في هنا مفتاح لمروحة الايه المبخر بيعمل على فصل وتوصيل المروحة اللي بيكون موجودة عندي ننتقل الى ايه الى الرلي او المؤقت الزمني عفوا والمؤقت الزمني هنقول هو لو احنا جينا نبص هنلاقي فيه اربع نقاط زي ما احنا شايفين ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة والريشة دي بتتحرك بحيث انها ممكن توصل من ثلاثة الى اربعة وممكن الريشة تنزل عندي زي ما هنشوفه في نظرية العمل وتوصل من ثلاثة الى اتنين طيب لو الوضع الافتراضي او الوضع النورمال اللي بيكون موجود عندي هنا كده هنلاحظ ان بيتم توصيل الطيار الكهرابي عندي من ثلاثة الى اربعة فبيتم توصيل الطيار الكهرابي للضاغط او بمعنى اصح ممكن نقول وضع الاي وضع التبريد ولكن عن طريق محرك او كامة صغيرة هذا المحرك بيعمل على تغيير وضع الريشة على حسب الزمن فبيتم توصيلها ايضا من النقطة ثلاثة الى النقطة اي اربعة فبيتم فصل الطيار الكهرابي عن محرك الضغط زي ما نشوفه نظرية العمل ويوصل لدائرة الاي السخام هنا لو احنا جينا نشوف سخان ازابة الصقية وفي هنا ترمستات ازابة الاي السقية الترمستات طبعا ازابة الصقية فائدته الاساسية انه بيفصل السخان اللي عندي لما تصل درجة الحرارة داخل حيزة التبريد او داخل حيزة التبريد موجب عشرة بيبتدي هنا ايه يفصل لي الطيار الكهرابي عن السخان عشان يحميلي الدائرة وملوش علاقة بالطيمر لما ننتقل الى الترمستات وقلنا هنا الترمستات ايضا من نوع الانتفاخ الحساس اللي عندي وفي اللمبة الخاصة والدويل بتاعي وايه مفتاح اللمبة زي ما احنا شايفين وزي ما احنا قلنا لازم بيكون من الضروري تواجد سخان الجدار الفاصل ليه لفصل حيزة التبريد عن حيزة التجميد وده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم انه بيفضل او بيظل يعمل بصفة ايه مستمرة ده المكونات الاساسية للدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم ازابة الصقيع بها ايه اوتوماتيكيا طب تعالوا نكتب المكونات اللي عندنا هنقول المكونات رقم واحد محرك الضغط وهو من النوع ذو الوجه المشتور رقم اتنين ريليبت الحركة الذي يعمل بتأثير الطيار رقم ثلاثة الاوفرلود هو قاطع وقاية من زيادة الحمل وطبعا طبعا من ايه من نوع الاسدواج المعدني اللي احنا شرحناه بالتفصيل في بداية حلقتنا بحول اللام رقم اربع الترمستات وهو مفتاح من النوع العادي زوء الانتفاخ الايه الحساس رقم اربع محرك مروحة المبخر وهو من نوع الاستنتاجي زوء الايه زوء القطب المظلم طيب تعالوا مع بعض كده نبصوا ونشوف هنا بقية المكونات رقم ستة اللي احنا لسه الينا محرك مروحة المكسف وده طبعا بيبقى من النوع الاستنتاجي زوكبستر التشغيل يعمل بصفة ايه بصفة دائما المؤقت الزمني لازابة الصقيع وده طبعا من النوع القلب احنا قلنا مفتاح هذا المفتاح تتغير حالته من التوصيل الى الفصل على حسب الايه الزمن اللي عندي رقم تمانية سخان ازابة الصقيع وده طبعا وهو عبارة عن سلك رفيع معزول قهربيا موضوع داخل الانبوبة لازم بيكون موضوع داخل الانبوبة من الزجاج الحراري يعني باغلب الاحيان بتكون هذه الانبوبة من الزجاج الحراري لان المكسف كان من الضروري عدم ايه المكسف لازم يكون موجود في مكان معزول عشان ما يتقصرش بالمية اللي بيكون موجودة عندي لذلك يا ممكن بعض الشكاوى تيجي من بعض العملاء يقولك التلاجة عندي بتكهرب او بيحصل فيها ماس كهربي فممكن يكون الماء السبب الرئيسي ان السخان اللي عندي هنا بتعمل تلج وفيها ماس كهربي يكون السبب الرئيسي ان الانبوبة الخاصة بالسخان اللي عندي حصلها تمزق او تكسرت وبالتالي السخان ممكن يبقى فيه تلامس مباشر مع بعض اجزاء المية اللي بيكون موجودة عندي وبيلامس التلاجة فهده اللي بيؤدي الى الماس اللي احنا قلناه ترمستات ازابة الصقيع وده طبعا هو من النوع الازدواج الازدواج المعدني رقم عشرة مفتاح باب حيز التجميد ومجموعة اضاءة الازدواج الكابنات دي المكونات الاساسية لدائرة كهربية للسلاجة التي يتم ازابة الصقيع بها اوتوماتيكيا ننتقل الى الجزء المهم جدا وهو نظرية عمل الجهاز او الدائرة نظرية عمل السلاجة طيب هنقسم نظرية العمل بس هنا نظرية العمل هتتقسم على حسب وضع المؤقت الزمني يعني هممكن نقدر ان المؤقت الزمني في حالة تشغيل هنا بقول لك هو المؤقت الزمني في وضع التبريد في وضع التبريد بقى فيه عندما ترتفع درجة الحرارة وعندما تنخفض درجة الحرارة وعند تجاوز طيار المحركة الطيارة المقررة زي ما احنا قلنا تبا منيجي ان اقولك ان عندما ترتفع درجة الحرارة بالسلاجة ايه اللي هيحصل او يعمل الترمستات على توصيل الطيار الى ملف رليم ايه اللي بيحصل نفس نظرية العمل ما تختلفش كثيرا عن نظرية العمل السابق شرحها يعمل الترمستات على توصيل الطيار الى ملف رليم فينتج عنه مجال مغناطيسي فيعمل القلب الحديدي على توصيل نقط التلامس فيتم توصيل ملفات التقويم مع ملفات التشغيل فيدور المحرك وايه اللي بيحصل طبعا طبعا ما بيشتغل المحرك لما يصل 75% من سرعة المحرك المقررة يقل المجال المغناطيسي فيقوم الرلي بفصل ملفات التقويم عن الدائرة وتستمر ملفات التشغيل في ايه في الدوران ده بالنسبة للايه للمؤقت الزمني في وضع التبريد والبند الاول عندما ترتفع ايه عندما ترتفع درجة الحرارة طيب تعالوا هنا بقى اه نشوف كده الشكل العام اللي عندي طيب ده الوضع العادي اللي احنا لسه ايلينه اللي بيحصل قلبيه تم توصيل الطيار الكهرابي من هنا فالطيار الكهرابي زي ما احنا ايلين بص او نشوف هنا كده الطيار بيمرلي من هنا من خلال الترمستات من خلال دي الوضع العادي من النقطة 3 الى 4 الى الوفرلود الى محرك الضغط وايضا من خلال الطرف الاخر الى الريلي فطبعا اما بيمرلي من خلال الريلي اللي بيحصل هنا بيتكون مجال المغناطيسي بيتم توصيل الطيار الكهرابي الى ملفات التقويم ولما تصل سرعة المحرك 75% من السرعة المكررة اللي عندي اللي بيحصل بي اللي المجال المغناطيسي بيتم فصل الطيار الكهرابي عن ملفات التقويم وبتستمر ملفات التشغيل في الدوران فقط ده في حالة اما ترتفع درجة الحرارة لما تنخفض درجة الحرارة هنقول يا مصدر برفع عليكم هنقول يا ايه وضع الترمستات يبقى نجي نبص ونركز مع بعض كده لما تنخفض درجة الحرارة نشوف الترمستات ايه اللي حصله كان الوضع العادي عندي كده والوضع هنا نقط تلامس الترمستات يبقى هنقول عندما تنخفض درجة الحرارة داخل الدائرة بتفتح نقط تلامس الترمستات فيتم فصل الطيارة الكهرابية عن الدائرة بصفة عامة ده بالنسبة للايه لما تنخفض درجة الحرارة بالتلاج طيب تعالوا نكتب كده الجزء اللي احنا قلناه عندما تنخفض درجة الحرارة بالتلاجة تفتح نقمة تلامس الترمستات فينقطع الطيار عن المحرك فيتوقف عن الضورات الجزء التالت والمهم اللي احنا نشوف رسموته ايضا عند تتجاوز طيار المحرك الطيار المقرر له هنقول يقوم الوفاورود بفصل الطيار عن محرك الضغط لحماية الملفات من يه هنقول حماية الملفات من الاحتراق نتيجة زيادة الحمل وكذلك لسخونة محرك الضغط اللي بيكون موجود عنه تعالوا بقى نشوف كده الشكل العام اللي فيه الدايرة لما بيتفصل الطيار عند تجاوز طيار المحرك الطيار المكررة هنقول احنا معنيين بإيه في هذه الجزء كده هنقول معنيين بالاوفرلود بس يبقى ليجي نبص كده على الاوفرلود ده في الوضع العادي ولكن عند تجاوز طيار المحركة الطيار المكررة لو بيتقوز ريحة الازدواج المعدن اللي احنا شرحناها في بداية حلقتنا وبالتالي بتفتح نقط تلامس الأوفرلود فيتم فصل الطيار الكهرابي عن محرك الضغط لحمايته سواء كامل الارتفاع في درجة الحرارة او زيادة الحمل ده بالنسبة الجزء المهم جدا وهو عندما يكون المؤقت الزمني في وضع التبريد طيب تعالوا ناخد جزء اخر وهو عندما يكون المؤقت الزمني في وضع الزابة الصقيع وضع زابة الصقيعي يبقى انا هنقول يا مستر هغير الوضع اللي عندي بدل ما عندي بيكون مثلا زي ما هنشوف الرسمة اللي كده عندي هنا الوضع هنا إلا يحصله لو احنا جينا نبصها نلاقي نقوة التلامس المؤقت الزمني كانت في الوضع النورمال الف وضع التبريد بيتكون موصلة من نقطة ثلاثة إلى أربعة فبيتم توصيل الطيار الكهرابي مباشرة إلى محرك الضغط ولكن في هذه الدائرة أو في هذا الوضع بيتم عن طريق المحرك أو فصل الطيار الكهرابي عن المحرك الضغط عن طريق تحريك نقطة التلامس أو الريشة الخاصة بالطايمر أو المؤقت الزمني من الوضع أو من النقطة رقم أربعة إلى النقطة رقم كام إلى النقطة رقم اتنين وزي ما احنا شايفين من النقطة رقم اتنين هنا هيتم فصل الطيار الكهرابي عن محرك الضغط وتوصيل الطيار الكهرابي إلى السخان إذابت الصقيع وترمستات السخان اللي بيكون موجود عندي زي ما احنا شايفين هنا كده وبالتالي بيعمل على إذابت الصقيع والترمستات طبعا بيتم فصل الطيار الكهرابي عن السخان لما تصل لدرجة الحرارة اللي هو مضبوط عليها زي ما احنا شايفين يبا إذن هنا الوضع تغير بتاع الطايمر زي ما احنا شايفين اللي عندي وطبعاً اللمبة والمفتاح دل وضعهم النورمال اللي احنا عارفين طيب المؤقت الزمن في وضع إذابت الصقيع احنا لسه أقول لنا تعالوا ما نكتبها بقى أنا أقول يعمل السخان على إذابت الصقيع المتكون على زعانف مواسير المبخر ويقوم الترمستات إذابت الصقيع بفصل السخان عندما تصل درجة الحرارة موجب إيه معجب عشرة بالتفصيل طيب أثناء تشغيل أو فصل التلاجة أوتوماتيكياً زي ما احنا قلناها بيعمل سخان اللي خلي بالنا من الملاحظة دي اللي احنا لسه إلينا يعمل سخان الجدار الفاصل بصفة مستمرة لمنع تكون الرطوبة بين حيز التجميد اللي هو الفريزر وحيز التبريد اللي هو الكابينة اللي عندي وطبعاً عندما يكون باب السلاجة مغلق يفتح مفتاح لمبة السلاجة والعكس عند فتح الباب اللي عندي ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للجزء يبقى احنا كده عرفنا التائرة القهربية للسلاجة اللي بيتم إزابة الصقيع بها يدوياً عرفنا المكونات عرفنا نظرية العمل عرفنا وظيفة كل جزء والأسر اللي بيحدثه داخل الدائرة ثم انتقلنا إلى الدائرة القهربية للسلاجة التي يتم إزابة الصقيع بها أوتوماتيكياً وعرفنا أيضاً المكونات وعرفنا نظرية العمل وعرفنا وظيفة كل جزء داخل الدائرة وأيضا الأثر اللي بيحدثه وقلنا أن نظرية العمل بتتوقف على حسب وضع المؤقت الزمني دي في التلاجة الأوتوماتيكية أو تلاجات النفرس عندما يكون المؤقت الزمني في وضع التبريد اللي بيحصل عندما ترتفع درجة الحرارة عندما تنخفض درجة الحرارة عند تتجاوز طيار المحركة طيار المقرر له دول في وضع وضع التبريد وأيضا عندما يكون المؤقت الزمني في وضع الزابط السقية طبعا وضع الزابط السقية هنقول يا مصدر زي ما احنا قلنا على طول بيتم فصل الطيار الكهربي عن محرك الضاغط ويتم توصيل الطيار الكهربي إلى مجموعة السخان اللي بيكون موجودة عندي وده بيتم عن طريق المؤقت الزمني وعن طريق تحريك ريش المؤقت الزمني اللي بيكون موجودة عندي ننتقل إلى جزء مهم جدا وجزء كتير جدا من طلبتنا الأعزاء بيطلبوا وهي تشخيص الأعطال وطرق العلاج للدوائر الكهربية للسلاجات المنزلية سواء كان التلاجة اللي بيتم إزابط السكيع بها هدويا أو التلاجة عفوا اللي بيتم إزابط السكيع بها اوتوماتيكيا طب تعالوا مع بعض كده مبص ونشوف ونعرف كل عطل ونشوف السبب وطريقة العلاج اللي بيكون موجودة عندي بنقول تشخيص الأعطال وطرق العلاج للسلاجات المركبة التي يتم إزابط السكيع بها هدويا أولا أول عطل بيقول لي حدوث كسر أو شرط عند تشغيل التلاجة هنقول شرطة يعني مصطر أو كسر يعني حدوث أفلة حدوث خطأ كهرابي كل ما جاء حط الفيشة بتاعت التلاجة تحصل عندي أفلة يبقى لازم من الضروري أنني ما شغلش التلاجة وأبحث عن السبب اللي عندي قال لك أنه ممكن تكون من ضمن الأسباب وجود كسر بملفات التشغيل أو التكويم لمحركة ضغط كسر يعني ممكن تكون ملفات التأويم وملفات التشغيل اللي عندي محروقة وبالتالي هنا لما تنحرق عندي إلا بيحصل هتلاقي السلوك ملمسة طيار كهرابي فبتعمل لي أفلة وطبعاً هستدلة على ده إزاي أو أنا هستدلة على وجود كسر إزاي أنه طبعاً عن طريق قياس المقاومة بين طرفي الضغط بجيب جهاز الأفوميتر اللي عندي وببتدي أعيس أطراف محركة ضغط عندي فإذا أعطت أحد القراءات صفر يعني إيه لو أداني قراءة بأيس بين طرفي ملفات التكويم لو أداني قراءة يبقى ملفات التكويم سليمة لو أداني صفر يبقى ملفات التكويم عندي محروقة ونفس النظام أيضاً بالنسبة لملفات التشغيل لو أداني قراءة يبقى ملفات التشغيل سليمة لو أداني صفر يبقى ملفات التشغيل عندي هنا إيه محروقة وجود كسر بسخان الجدار الفصل اللي إحنا لسه إلينا ممكن يكون سخان الجدار الفصل عندي برضو ملمس أو في حصل عندي شرطة كهرابي فيه وبالتالي بيعمل إيه أفلة أو بيعمل خطأ كهرابي عندي فلذلك برضو لازم أقيس المقاومة على السخان الكهرابي واستدل إذا كان سليم ولا لا رقم ثلاثة وجود تلامس بين أسلاك الدائرة ربما أي سلك ملامس لجزء درجة حرارته مرتفعة جداً فبيؤدي إلى عزل الجزء اللي عندي وبيبقى طرف السلك نفسه اللي هو النحاسي باين وعندي فبيبقى ملمس ممكن يعمل لي أي شرطة كهرابي عندي ده بالنسبة للعطل الأولين وهو حدوث إيه كسر ننتقل إلى العطل الآخر وهو حدوث كسر عند فتح باب إيه عند فتح باب التلاجة وجود تلامس بين طرفي دوية اللمبة حدوث كسر يعني ما جاء فتح الباب هذا العطل معني بإيه العطل ده معني فقط بباب التلاجة كل ما افتح الباب ألاقي هنا لإيه يحصل أفل عدي فده بيبقى إما من اللمبة أو إما من الإيه من الدوية الخاصة باللمبة فبيتم تغييرها بإيه بأخرى جديدة العطل الثالث هو الضاغط يحاول البت ولكن الأوفررود إيه بيفصل يعني الضاغط عاوز يشتغل ولكن الأوفررود بيفصل لحماية الضاغط ممكن يكون من ضمن الحيوب دي أن طغط الطيار منخفض أو متزبزب ضغط الطيار عنده ممكن يكون بيعلى ويوطى فده يؤدي إلى فصل الطيار الأوفررود بيؤدي إلى فصل الضاغط عشان يحميه ممكن أيضا نقولك أن وجود هنا حمل حراري أزيد من الدازم داخل الدائرة ممكن يكون هنا أيضا وجود كسر في ملفات التقويم اللي عندي أو وجود كسر في ملفات التشغيل كل هذه الأعطال بتؤدي بدورها إلى إن الضاغط اللي عندي أو إلى إن الأوفررود بيفصل الطيارة الكهربية عند زيادة الحمل يبقى احنا كده عرفنا من خلال حلقتنا النهاردة بحول الله الدائرة الكهربية للثلاجة التي يتم إزابة السقيع بها يدويا وأيضا عرفنا الدائرة الكهربية للثلاجة التي يتم إزابة السقيع بها أوتوماتيكيا وعرفنا المكونات ونظرية العمل وطريقة التشغيل لكل نوع من النوعين الصابقين بحول الله ثم في نهاية حلقتنا عرفنا الأعطال الخاصة ببعض السلاجات التي يتم إزابة السقيع بها يدويا أتمنى من كل أبنائنا الطلبة وطالبات أنهم يكونوا استفادوا من حلقتنا بحول الله على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة